موسيقى كل التحاية لكم أصدقائي الصباح في كل مكان وفي صباح السبت دائما ترحال في البيئات السودانية المختلفة بحثا عن مواطن الجمال والسياحة انتقلنا قبل قليل إلى ثغر السودان الباسم وهذه نافذة مفتوحة على الولايات الشمالية في بلد نحلوة موسيقى في كل زمان ومكان يرتبط بما حوله ارتباط يختلف من مكان لآخر تتعدد فيه صور التلاقي والتداخل والتواصل إنسان الولايات الشمالية وباعتبار وجود النيل بها منذ أقدم العصور ارتبط به ارتباطا كليا في حياته اليومية حيث يشكل النيل لحياته كل شيء حقيقة إنسان هذا الولاية بمسلوه وقيمه وتاريخه عريض الممتد في أعماق التاريخ وارتباط هذا النيل بإنسان هذا الولاية وارتباط إنسان الولاية بهذا النيل له أمر تاريخي بعيد لا يستطيع متحدث أن يسبر غور هذا التاريخ العميق ولكن لا يشك في أن النيل له ارتباط وجداني عميق بين إنسان الولاية وله تكرمات كثيرة على إنسان هذا الولاية وإنسان الولاية حقيقة النيل هو أبوه وأمه وإنسان الولاية قبل الإسلام في التاريخ النوبي القديم أو الفرعون القديم إعزازا وتغديسا للنيل كانوا يرمون فلذات أكبادهم من أجمل الفتيات بحللها وحليها للنيل كعروس النيل وهذا معروف في التاريخ إلى أن أوقفها صحابي جليل عمر بن العاص أول والي للمسلمين في مصر الحياة على النيل لها طعم مختلف خاصة للذين يتواجدون حوله على الدوام يبثونه أشجانهم يتسامرون عند ضفافه فكان الملهمة والحب والملاذ ارتبطت بالنيل عادات وتقاليد شكلت الموروث الحضارية والتاريخية لسكان المناطق المحيطة والجزر على النيل والذي بطبعه يمثل الحياة النوبية القديمة وكده طبعا في بلادنا اللي كانت فيها عادات ويارتبطها بالنيل ويارتبطها بالنيل عند ولادة المرأة والأعراس البلد حسا عين حسرت بقت منها حاجات بسيطة اللي هي بعد مع النساء بعد الولادة بعد الأربعين يوم بيجو البحر ولو صباحا للبحر وكده طبعا بدأكون مطولت ما شافت البحر لمدة أربعين يوم وكده بيتبرقوا بالنيل عادة نوبية قديمة يعني لكن في كثير منها زي انتهت بفضلة حاجات بسيطة يعني والآن نحن مرتبطين طبعا مع النيل بالزراعة وكل حاجاتنا من النيل يعني تتعدد صور الارتباط بهذا المورد الطبيعي الذي يمثل عصب الحياة للولاية والسودان وعدد من البلاد العربية والأفريقية على امتداد النيل تشكلت ذكريات وحكايات وقصص للطفولة والشباب والكهولة بالحقيقة احنا مما نشأنا في المنطقة دي يعني همنا الأول كان طبعا من الخلوة بارشوائي للزراعة والبحر كان هو الملاز بالنسبة لي فمعيشتنا في علعابنا في القيالة بالنصة نحايا كنا بنجينا في البحر وفي الأصرية يومنا كل بنقضي تحت القيالة من نرجى الخلوة هو حضرنا السواقي من النيل والسواقي كان رحمه الله عمنا يحيا وأبو ياسين كان دوم ساقرة في هذه المنطقة وكان بيزرعوا بقى شرق القيف فالبحر بالنسبة لينا يعني ها مهم جدا جدا ولأنه كله كان في البحر الخلوة والزراعة ثم النيل ثالوث الحياة عند الناس هنا ومنذ أن عرفت السواقي والشادوف ظل الارتباط بالنيل يتجدد إلى يومنا الحالي حقيقة ارتباط الإنسان ما ماجه صدفة أو في الأزمانة المتأخرة بل هو ارتباط تاريخي وحقيقة الناظر للولايات الشمالية والإخارطة للولايات الشمالية جغرافيته وتركيبته السكانية بيجد بدءا من حلفه انت ماشي بتلقى آثار واضحة جدا للحضارات الموبية القديمة جدا المنبسة والمنتشرعة على ضفاف النيل شرقا وغربا تمسك من صليب صاي مرورا بالدفوفة مرورا بمنطقة الكوة مرورا بالضفة الغربية منطقة الجرادة كلهم يسيد حسع قصادنا نحن المنطقة الواقعية فيها حقيقة غرية الترعة ضفة النيل الشرقية قصادنا في منطقة سرية قديمة جدا يغال أنها كانت أول جامع الموجود فيها حسا حاليا كان معبد سابق يتحول لبقعة إسلامية خالصة تحولت لي جامع ومرورا بالضفة الغربية برضو في منطقة أوربي في منطقة شبتوت منطقة القولد مرورا في الضفة الشرقية لغاية ما تصل البركل غربا في منطقة الشايقية بعد البركل مباشرة أعظم الحضارات الإنسانية قامت على امتداد هذا النيل دليلا على قوة وصلابة ومواكبة إنسان النيل للحياة بصورة عامة وبرهانا على عظمة هذا المعبر التاريخي الذي يعتبر جسرا للتلاقي ومصدرا للعيش ومبعثا للجمال في أبهى صور الطبيعة بطبيعة الناس هنا يقتلون على ضفتي النيل بشكل دائم واساسي وعلى طول هذه المناطق المتاخمة نجد حياة الكرمي والتواصل واستقبال الضيف بوجه انطلق وبطبع الناس هنا تربط بينهم علاقة القربة والمكان والانتماء ورغم أن النيل شكل فاصلا طبيعيا إلا أن ذلك لم يؤثر في شكل التواصل والارتباط بل كان سببا مباشرا في تقوية العلايقة الاجتماعية وهذا النيل يربط الضفتين من الضفة الغربية والضفة الشرقية والناس من الضفة الغربية والشرقية متواصلين في الأفراح وكذلك في الأطراح وفي كل المناسبات وهذا النيل بالرغم أنه فاصل طبيعي ولكنه مع ذلك يجعل الناس يتواصلون فيما بينهم بواسط المراكب الشرعية وغيرها من الأنشاد والناس من الغرب والشرق متواصلين لا ينغطون عن بعضهم البعض في كل المناسبات وكذلك هناك خلاوي تجمع الناس خلوة الشيخ حسن بوشة بين شرق النيل ومسجد كل مسجد بالغرب هذا المسجدين يقعن وصاب بعضهم البعض شرقا وغربا والتواصل من قديم الزمان موجود المراكب الشرعية الخشبية ما زالت تمثل رمز التواصل بين الناس إلى جانب وسائل العبور الأخرى وبمثل ما لهذا النيل من الفوائد نجد أنه يخرج عن طوره ويسبب بعض المشاكل التي ارتبطت به ارتباطا وثيقا فحقيقة رغم أنه في تواصل ما بين الضفتين الشرقية والغربية ولكن هناك عدة مشاكل أو يعني زي أمسال الفيضانات في موسم الفيضان الناس طبعا بتتعب الناس بالذات الناس الساكنين على ضفاف النيل فيعني ما أنه في بعض الحلول اللي عملوها حلول يعني يعتبر جزرية ولكن بعض الحلول دي في طبعا زمان كافية مثل التماسيح وحياتي طبعا اختفت لكن حسي حاليا المشكلة بتاعة الهدام بالنسبة للجزر كجزيرة إيريس وبينة والجزر الشمال دي البتقع الشمال لغاية مصر فدي حكا المشاكل اللي بتواجه سكان المناطق الساكنين على النيل أو بيقتونوا ضفاف النيل يعني الناظر لحال هذا النيل وارتباط الناس به وجدانيا وما يحمل من خير وبشرى يرى أن لا شيء أجمل من الطبيعة ويمثل النيل ذلك الجمال الطبيعي بلدنا حلوة بكل هذا الجمال ودائما بنحتفي به من خلال صباح الشروق بنحتفي بهذه الأرض بهذا الجمال وبالإنسان السوداني المبدع ترجمة نانسي قنقر